يبدو أن نهاية حملة دحر الإرهاب التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي شارفت على نهايتها مع استسلام الكثير من عناصر داعش الإرهابي شرقية الفرات ونجاح المساعي لإخراج المدنيين من منطقة القتال قافلة تضم أكثر من ستين شاحنة كبيرة خرجت الأربعاء من آخر جيب صغير يسيطر عليه تنظيم داعش الإرهابي بمزارع في قرية الباغوز تحتاني على ضفاف الفرات الشرقية وبحسب وكالات الأنباء فإن الشاحنات كانت تقل نحو ألفي مدني من النساء والأطفال بينهم العشرات من عوائل داعش إضافة إلى مجموعة من عناصر داعش الإرهابي سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية بعد أن فقدوا الأمل في الخلاص قوات سوريا الديمقراطية أكدت من جهتها خروج عشرات الشاحنات من الباغوز بعد أن دخلتها مساء ثلاثة لكنها نفت أي استسلام جماعي لعناصر داعش بعد ورود أنباء بهذا الشأن وأكدت قسد أن المعركة لم تنتهي بعد وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي إن لديهم وحدات خاصة لإجلاء المدنيين وأشار إلى أنه بعد أيام من المحاولة استطاعت قسد إخراج أول دفعة بنجاح مؤكدا أنه لا زال هناك مدنيين يحاصرهم داعش ويستخدمهم كدرع بشرية وتؤكد قسد أن عزل المدنيين في جيب الباغوز عن الإرهابيين خطوة مهمة نحو إتمام معركة الحسم والقضاء نهائيا على التنظيم الإرهابي الشرقي الفرات بعد أن بات يسيطر على مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع داخل الباغوز المحاذية للحدود مع العراق وأدى وجود مدنيين في الداخل إلى تمهل قوات سوريا ديمقراطية في حسم المعركة حرصا على حياتهم فيما يترقب الشعب السوري خاصة والعالم عموما إصدال الستار على مسلسل الإرهابي شرقي الفرات ترجمة نانسي قنقر